نروح مع حضراتكم لموضوع تاني ومصلحة الدرائب المصرية يعني تتكلم عن مسألة الإجارات ووحدات والشليهات الموجودة في القرى السياحية بتقول للناس أنه لابد من اختارهم لو حيتم تأجير هذه الوحدات لازم يتم اختار الدرائب ايه الموضوع؟ هنعرف الناس يمكن طول عمرها بتأجر الشليهات بتاعتها وما تخيلتش أنه لازم يكون عليها ضريبة لكن الحقيقة أنه ده بيتم في كل دول العالم لو حيكون عندك بيت أنت حتستفيد منه بربح معين لازم يكون فيه اختار ضريبي على هذا البيت لأنه هنا أنت مش ساكن فيه أنت بتأجره وبتستفيد منه خلينا نعرف التفاصيل ونروح للمختصين معنا على التليفون الأستاذ طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الدرائب مساء الخير يا فندم وزي ما كنت بقول لحضرتك يمكن إحنا متعودين في مصر والناس متعودة إن إحنا لو حد بيمتلك شليه بيأجروا ومحدش كان بيرجع للدرائب إيه الجديد في الموضوع ده بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين أهلا بسياد طبعا البيان اللي بتنظر المصلحة ده جاي في إطار التوعية اللي إحنا بنهتم من إحنا نقدمها للمجتمع زي ما حضرتك قلت كده إن مع بداية نوسم الصيف بتنتشر مسألة تأجير الشوع المفروشة والشاليهات إحنا عايزين نعمل الحتة اللي حضرتك كنت بتقولي عليها دي شيء كده مننا جدا بيأجر وموش عارف إن الإرادة اللي بيحققه من التأجير ده ده إرادة خاضعة للدريبة عشان كده البيان جاي عشان يوصل الرسالة فبنقوله لو أنت أجرت فالقانون بيعتبر لو أنت أجرت الوحدة اللي أنت بتمتلكها سواء كان إيجار محدد مدة أو مفهوش القانون بيعتبر إن الإرادة اللي حضرتك بتحققه من عملية التأجير ده اسمه إرادة سروع قرية ويخضع لضريبة الدخل وبالتالي أنت بقى عليك التزام الالتزام اللي عليك إنك أنت عند التأجير لازم تخسر المأمورية بعملية التأجير وإذا كان ملكش ملف ضريبي لازم حضرتك تتوجه للمأمورية المختصة وتفتح ملف ضريبي يعني كل اللي عنده شليه وبيأجره في فترة الصيف يروح يفتح ملف ضريبي بالضبط كده لأنه هو في نظر القانون ممول وبيحقق إرادة خاضعة للضريبة وبالتالي عليه التزام أنه لازم يبقى ليه ملف ضريبي ولازم كمان مع نهاية السنة وخلال موسم تأديم الإقرارات اللي هو خلال الفترة من أول يناير حتى 31 مارس لازم يقدم إقرار ضريبي ويدرج في هذا الإقرار الإرادات اللي حققها من عملية التأجير لكن المستاجر مالوش دعوة لا طبعا المستاجر مالوش دعوة لأن هنا الضريبة بتخاطب اللي حقق الإرادة اللي حقق الإرادة في هذه الحالة هو مالك الوحدة اللي هو المؤكد وهل في إجراءات ما لتنفيذ ده؟ طبعا أحنا بننبه وبنقول أنك أنت عليك كم مول انتزام أنا بحاول أن أنا أقدم لك التوعية المناسبة بحاول أن أنا أحطك قدام التزاماتك بعرفك التزاماتك بشكل كويس جدا وبعرفك كمان الحقول اللي عليك الحقول اللي ليك لأنك أنت حضرتك لما تتيجي تختر المصلحة عند التأجير يعني هو الأصل في المسألة لأنك أنت لما تبدأ التأجير تختر المصلحة بعملية التأجير ومع نهاية موسم الصين وتوقف حضرتك عن التأجير لازم تختر المصلحة برضو أنك أنت توقفت عن مسألة التأجير علشان ما يبقاش فيه دريبة محتسبة على الفترة اللي هو ما أجرش فيه أيوة بالضبط كذا ما حضرتك بتقولي أنا كده بحافظ على حقك أنك أنت تتحاسف فقط عن الفترة التي تم فيها التأجير وعن الإيرادات اللي حضرتك حققتها على وجه التحديد طب لو أنا ما عملتش الالتزام ده أنا ببصة ألاقي نفسي قدام مأمورية بتتعامل معايا ويا ما عنداش أي معلومات عندي لأن أنا لم أخترها لا ببداية التأجير ولا بنهاية التأجير وبالتالي بتلاقي المأمورية نفسها مضطرة أنها تحذبك عن سنة كاملة تأدير جوزية في ساعتها هنا يعني هو حيبقى هنا تأدير يعني أنت المتسبب فيه لأنك أنت حضرتك ما عملتش عن المدة الأصلية للإيجار بالضبط المدة والعقود كمان للي حضرتك ما أقدر فيه يعني أنا المفروض هو هيتقدم بالعقود اللي بينه وبين المستأجرين للوحدة اللي هو بيملك بالضبط كده فهنا مسألك التزامك بالإختار دي مسألة في صالح حضرتك وبتحميك أنت كمان يعني هو هنا الإختار وتقديم الإكرار بمثابة حماية لحضرتك من تأديرات غير حقيقية ممكن تحصل لك لو أنت ما عمتش بالالتزام ده صحيح وستاذ طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الدرائب نشكرك شكرا جزيلا يا فنم على وجودك معنا دلوقتي ترجمة نانسي قنقر